بدأت ميليشيا الحوثي وأجهزتها الأمنية التحقيق مع عشرة صحفيين مختطفين لديها منذ يونيو 2015 مصادر حقوقية تحدثت أن النيابة الجزائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء باشرت بعقد جلسات التحقيق مع أربعة صحفيين ضمن العشرة المختطفين وهم عصام بلغيث وتوفيق المنصوري وصلاح القاعد وهيثم الشهاب أمهات المختطفين أصدرت بيانا تستنكر فيه إقدام الميليشيات على الانتهاكات الحوثية بحق المختطفين وقالت أمهات الصحفيين بدلا من الإفراج عن المختطفين بعد أربع سنوات من الاختطاف تفاجئن الميليشيات بإجراءات هزلية وباطلة للتحقيق معهم الأمهات دعت نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والاتحادات الصحفية والمنظمات الحقوقية المعنية والحكومة الشرعية والمبعوثة الأممية إلى اليمن مارتين غريفيث إلى تحمل مسؤوليتهم الإنسانية والأخلاقية والمهنية تجاه ممارسات الحوثيين وبما يؤدي إلى إطلاق صراحهم فورا وكيل نقابة الصحفيين سعيد ثابت وصف الإجراءات الحوثية بحق الصحفيين استفزاز لمشاعر الأسر الصحفية وانتهاك أيضا لروح العدالة وجدد ثابت دعوته إلى الإفراج الفوري عن الزملاء وإعادة الاعتبار إليهم مهيبا بأعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التحرك الجاد والفاعل للضغط من أجل الإفراج عن الصحفيين اليمنيين دون قيد أو شر واعتقلت ميليشيات الحوثيين عشرات الصحفيين وقتلت عددا منهم تحت التعذيب وآخرين اتخذت منهم دروعا بشرية فيما قنصت عشرات الصحفيين بمختلف الجبهات بعد توجيهات من عبد الملك الحوثي باعتبار النشطاء والصحفيين أخطر من المقاتلين في الميدان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة